بعد غياب تجاوز أربع سنوات عاد البرلمان للانعقاد مرة أخرى هذه المرة خارج مقره في العصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشي الحوثي منذ سبتمبر 2014 الطريق إلى سيئون كان طويلا ومليئا بالمشاقي والخلافات محملا بالانقسام وتركة الماضي الذي جاء منه المجلس بكل تناقضاته وإخفاقاته الممتدة لأكثر من 16 عاما 140 برلمانيا عادوا من بلدان شتى إلى حضر موت بعد أن ضاقت في وجوههم صنعاء وبعدها عدن التي أعلن المجلس الانتقالي المدعوم للإمارات ممانعته لانعقاد جلسة البرلمان فيها انقسم البرلمان مثل كل شيء في اليمن يقبل الانقسام ويتحول لأدات بإمكانها العمل وفك مقتضيات الانحياز وخوض المعارك الفراغية بعيدا عن المهام الأساسية التي خلقت لأجلها لم تشهد منصة الرئاسة في البرلمان تغير كبيرا فقد احتفظ المؤتمر بالرئاسة وتقاسم البقية حصصهم في نواب الرئيس في تكريس واضح لمبدأ المحاصصة الذي لم تسلم اليمن من نتائجه منذ خطط فيه لم يحصل الكثير في لقاء سيئون بعد ويخشى مراقبون عدم حدوث أي تغير في الأداء داخل مؤسسات الشرعية جراء الانقسام الذي تعاني منه النخب السياسية وسباقها في تقديم التنازلات للخارج مع الحرص على التصلب في مواجهة الداخل سؤال السيادة أول الأسئلة المؤجلة وهو ما يثير الجدل حول أسباب اختيار المكان والزمان ومغزى وصول القوات السعودية إلى قلب وادي حضرموت وهو وصول في ظاهره الرحمة وفي باطنه العذاب كما يرى مراقبون الأولويات في سلم البرلمان أكثر من أن يتم ترتيبها في اجتماع لمدة ثلاثة أيام ويبدو أن طول الغياب وعدم وجود إدارة للبرلمان عوامل أسهمت في حدوث جملة من الأخطاء في أداء المؤسسة الشرعية فقبل مناقشة موازنة الحكومة وإقرارها كان يفترض منح الحكومة وبرنامجها الثقة وقبل ذلك أن يضغط من أجل إحداث تعديل حكومي يضمن وجود حكومة فاعلة قادرة على الإيفاء بالتزاماتها ملفات ثقيلة ومتراكمة على رأسها ملف استكمال التحرير والملف الاقتصادي وإعادة الإعمار وقبل هذا وذاك الحالة الحرجة في وضع المعيش والخدمات الضرورية عوامل أسهمت في حدوث جملة من الأخطاء في أداء المؤسسة التشريعية نهيك عن الملفات التي تتعلق بدوره الرقابي على أداء الحكومة ومحاسبتها وتطبيع الحياة السياسية والاقتصادية والأمنية وتفعيل مؤسسات الدولة